أهلا بك سهام مشاهدين الكرام إنما كنتم أهلا وسهلا بكم والبداية كالعادة بأهمة لتوى الصحف من أخبار رياضية لنهاري اليوم الموافق للسدس عشر جنوبي الفيني وسبعة عشر يومية الشباك عنونات في صدر صفحتها الأولى بالبنط العريض قدم محرز اليسرى تنقذ الخضر من الخسارة وفسرت في الموضوع محرز وانبلحي ينقذان محربي صحراء من أول هزيمة في كانيالجابون ماما منافسهم منتخب زنبابوي في مباراة كان الأداء فيها خلال شرطها الأول كارثيا ولا يليق بمستوى الخضر والأسماء الكبيرة التي يمتلكها وفي موضوع آخر كتبته اليومية في صفحتها الحادي عشر عنوانت فيه أن إيشبيليا يسعق ريال ويحقق فوزا مثيرا في الليجة منهيا بذلك سلسلة دامت لأربعين لقاء من دون هزيمة لمدارب الفرنسي زيندين زيدان بعد انتهاء المواجهة بفوز إيشبيليا بهدفين لواحد يومية لبيتور الناطقة بلغتها الفرنسية هي الأخرى نقلت في إحدى صفحتها تصريحا للعب الخضر ياسين إبراهيمي أكد من خلالها أن الخضر دفع ثمن الأداء الباهث في الشوطي الأول المشيرا أن لقاء تونس سيكون فرصة أخرى لإسرجاع حيبة المنتخب الوطني وتصحيح المصار في كانيال جابون الذي لم يبدأه رفقاء محرز بطريقة المناسبة يومية ناطقة بلغتها الفرنسية كتبت عن تألق الحارس رئيس وهاب بولحي وأكدت أنه أغلق الحوار عن من يستحق المكان الأساسي في الخضر فبعد الكلام الكثير الذي قيل عن أحقيته باللعب كأساسيا على الرغم من ابتعاده يعني منافسة لأكثر من سبعة أشهر إلا أنه أسكت جميع النقاد بتصدياته الرائعة ترجمة نانسي قنقر